تصريح من الزميل كريم السيد المتحدث الإعلامي لوزارة التربية بخصوص هذا الموضوع خلي نشوف رماو الكرب ملعب منه شنو كان الداعي من أن تنغلق هاي الممثليات من هذا التصريح خلي نستمع مساء الخير صديقي وزميلي أستاذ غسان شون الصحة إن شاء الله دائما تكون بخير أنا بعثت لك هذا هو الكتاب الخاص بهذه القصة هو طبعا بناء على قرار مجلس الوزراء وزارة التربية لم تتخذيها القرار يعتبر أن هذا قرار دولة يعني مقرار مؤسسة ويتضمن مجموعة من الإجراءات الأخرى يعني هناك أيضا تشجيع على عودة النازحين وقصة المخيمات وما حولها فجزء من عدها يعني ما يتعلق بالمدارس والممثليات والشأن التربوي بشكل عام لذلك يمكن أن تريد معلومات أكثر عن كل التفاصيل الباقية عن الجهات الأخرى أعتقد أيضا الموضوع إلى علاقة بوزارة الهجرة والمهجرين لكن بشكل عام هو هذا قرار وزارة التربية هو يعني استنادا إلى قرار من مجلس الوزراء وهناك أيضا سقوف زمنية محددة للموضوع وهذا هو الكتاب أمامك الذي يوضح قرار وإجراء وزارة التربية إذن هذا كان تصريح للمتحدث الإعلامي لوزارة التربية الأستاذ كريم السيد وهو قرار دولة وليس قرار مؤسسة وليس الوزارة التربية متقدة هذا القرار وعندما متقدة رئاسة الوزراء بتوصية من وزارة الهجرة والمهجرين اشتركوا في القناة